السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طلبة وطالبات الصف الثالث الادادي اهلا بكم مرة تانية والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جرامر الدرس الثالث والرابع في الوحدة السبعة واللي بيكلم لي فيها how to change into passive voice ازاي يحول لصغة المبنى المجهول in the past simple tense في زمن الماضي البسيط مش هنتطول عليكم ان شاء الله احنا خدنا اصلا زمن الماضي البسيط قبل كده وعرفنا ان هو بيكون من التصريف التاني المعلوم بتاعه بيكون من التصريف التاني للفعل النفي بتاعه بيكون كلمة didn't والسؤال بلاقي فيه كلمة did في الوحدة السبعة في الدرس الثالث والرابع بيكلم لي بقى ازاي ببني زمن الماضي البسيط مجهول شكل ما كلمنا قبل كده حبيبي لما جينا نتكلم في زمن المضارع البسيط قلنا ان صغة المبني المجهول عبارة عن verb to be تصريف تالت تاني verb to be تصريف تالت حبيبي يعني اي جملة ما بلاقيش فيها verb to be وتصريف التالت عمري ماقول على الجملة دي ابدا انها مجهول لكن عشان اقول على اي جملة انها مبني مجهول لازم يكون فيه verb to be وتصريف التالت وقلنا حبيبي ان فكرة المبني مجهول كلها ان بيحط verb to be مكان الفعل الاساسي وبيخلي الفعل الاساسي تصريف تالت عشان كده حبيبي لان الزمن بتاعي زمن ماضي بسيط يعني تصريف تاني للفعل فجاب مكانه was or where لان was or where هو التصريف التاني من verb to be فجاب was aware وبعده نخلى الفعل اللي هو في التصريف الثاني تصريف ثالث فبانى مجهولي ازاي بدأ بالobject الobject حبيبي اللي هو المفعول ثاني الobject اللي هو المفعول حنقولنا حبيبي المفعول ده يعني noun or pronoun يعني الاسم او الضمير اللي جاي بعد الفعل مباشرة يبقى ازا بيبدأ بالobject المفعول وبعد كده بيجيب was aware يعني was aware اصلا ما كانتش موجودة في الجملة جيبتها انا من عندي ليه لاني بجيب دايما verb to be ما كان الفعل طيب والفعل اللي راح فينا مستر قال لي بقى past participle تصريف ثالث والsubject الفعل بتاعي قال للفعل جيب في الاخر مزبوء بكلمة by طيب تعال نشوف مثال كده بسرعة على الكلام ده بقول لي my mother made a cake my mother made a cake يعني ماما صنعت كيكة لو جيت سألتك الجملة دي في زمن ايه لازم اروح الاول على الفعل حبيبي لما جاقول لك دايما الجملة دي في زمن ايه بروح الاول على فعلها لان دايما الفعل هو اللي بيبين لي زمن الجملة يعني مش الفعل لا طبعا طب مش المفعول لا طبعا فعل الجملة هو اللي بيهرفني زمنها فلما اروح على هاي كلمة made made ده تصريف تاني للفعل اذا الجملة دي مضي بسيط عايز ابنها مجهول حدد المفعول بتاعك الاول فين الobject المفعول قال لي a cake فايزا حبدأ بيا حبيبي قال لي حبدأ بيا a cake فحقول a cake طيب المفروض بعد كده حجيب was or were طب الكيك سنجلر ناو الاسم مفرد فياخد was so a cake was طب التصريفي التالت من made هو made برضو فايزا حقول a cake was made طب والفعل حجيب قبله by by my mother تاني a cake was made by my mother يعني كيكة الكيكة دي تصنع بواسطة ماما تعالي نشوف المثال التاني were the ancient Egyptians built the pyramids برضو لما جاء لك الجملة دي بزمان ايه روح على الفعل على طول فين الفعل built تصريف تاني فبالتالي بقى الجملة دي ماذا بسيط عايزة ابنها مجهول مفعول بتاعه هو the pyramids يبقى ايزا ده اللي حبدأ به فحقول the pyramids ما لها ال pyramids جمعة ولا مفرد هتقول لجمعة يا مستر طب هياخد ايه اللي حياخد where so the pyramids where طب التصريف التالت من built هو برضو built فإذا نحاول where built واجيب الفعل مزبوب بكلمة by يبقى by the ancient Egyptians يعني الاهرامات بنيت بنيت بواسطة القدماء المصرييني بإذا حبيبي تاني لما جابني مجهول في الماضي البصيب ببدأ بالمفعول وبعد كده بجيب was or where وبعد كده التصريف التالت للفعل والفعل مزبوب بكلمة by عشان كده في الاختيارات لما يجوا لي our house المنزل بتاعنا builds is built built or was built in 1988 طبعا من ترجمة الجملة لقيت المنزل مش ممكن حيبني يعني معناها ان المنزل ده ادبنى او يدبني يعني الكلام ده مبني مجهول طيب تاني حاجة لازم عرفها هو المبني مجهول ده ماضي ولا مضارع هتقول لي مصدر المبني مجهول ده ماضي ليه قال لي عشان مديني in والسنة في الماضي طيب تعالى بقى نشوف يا طرى builds مجهول لا طبعا قلنا عشان اقول ان الجملة ما ابني مجهول لازم verb to be وراء تصريف ثالث طب ده مجهول هتقول لي ايوة ادي verb to be ادي تصريف ثالث يبقى ده ما ابني مجهول بس مضارع ولا ماضي هتقول لي present مضارع طب built الوحدة مجهول هتقول لي لا لازم معها verb to be طب was built هتقول لي ايوة ده مجهول ادي verb to be ادي تصريف ثالث طيب تعالى بقى نشوف was built ولا is built انا عايز واحدة من الاتنين دول هتقول لي ما انت قلت لي النواف زمن الماضي وطالما في زمن الماضي فانا اختار was built so our house was built in 1988 our house was built in 1988 طب يا مصر هو في ناس بتقول لما تلاقي الاسم اللي في الاغل غير عاقل يبقى مجهول لما تلاقيه عاقل يبقى محلوم هقول لك لا طبعا ترجمت الجملة هي اللي بتحدد لي لازم ترجم الجملة كويس واعرف انا بادي بفاعل ولا مفعول يعني تعالى نشوف المثال ده بيوضح قوي بقول لي my dad my dad يعني بابا وهنا برضو my dad وهنا visited وهنا was visited طبعا ده معلوم وده مجهول يعني فير بيت بيو وانا تصريف ثالث قال لي a doctor last week لاحظ وهنا buy a doctor last week نفس الجملة تقريبا بس اللي زاد هنا buy الجملة اللي فيه بقول لي بابا بيزار الدكتور الاسبوع اللي فات يبقى ايضا بابا هنا فاعل فبالتالي الجملة دي محلوم مش مجهول فاذا هقول my dad visited تاني my dad visited a doctor last week طب اللي تحت قال لي الجملة اللي تحت جاب لي فيها buy اللي buy دي a doctor معناها بواسطة الدكتور اذا بابا تم زيارته بواسطة الدكتور يبقى بابا هنا مفعول مش مش فاعل يعني الكلام هنا مبني مجهول فبالتالي لازم اقول my dad was visited تاني my dad was visited by a doctor last week اذا انا حبيبي اول حاجة لازم احدد هالججملة مجهولة لمعلوم تاني حاجة اشوفها هي مجهول مضارع والله ماضي لو مضارع يبقى ايض وار والتصريف التالي شكرا وراها مصدر تاني بلاقي كلمة didn't وراها مصدر لما اجي ابني الجملة اللي فيها didn't دي مجهول قال لي ببدأ بالمفعول حبيبي وبعدين مكان didn't خلي بالك من الكلام مكان didn't دي بحط wasn't or weren't طب wasn't or weren't احتيجي على حسب ايه حقولك على حسب المفعول تاني wasn't or weren't احتيجي على حسب المفعول وبعدين قال لي بخلي الفعل اللي هو في المصدر تصريف ثالث وبعدين اجيب الفعل مزبوط بكلمة باي تاني اجيب الفعل مزبوط بكلمة باي تعال كده نشوف الكلام هاني didn't watch the film ها قلت لك النفي ده في زمن ايه هتقول في زمن الماضي ليه هتقول ادي didn't وده المصدر طب تعال ايه ابني مجهول عشان ابني مجهول هبدأ بتاع اللي هو ها the film يبقى ازا هقول the film طيب المفروض ما كان didn't بجيب wasn't or weren't طب اينا هجيب wasn't ولا weren't هتقول الفلم اسم مفرد فبالتالي هجيب wasn't فحقول the film wasn't طيب هجيب watch ولا watched هتقول لا يا مصدر هجيب watched لازم يجي تصريف تالت في المبني المجهول يبقى watched by هاني اه يعني لم يشاهد بواسطة هاني هاني لم يشاهد بواسطة هاني يبقى الفيلم لم يشاهد بواسطة هاني بدأت منفعول wasn't weren't وبعدين التصريف التالت للفعل حبيبي كده كده في المبني المجهول فعلك الاساسي لازم يكون تصريف تالت تاني فعلك الاساسي لازم يكون تصريف تالت ما فيش حل غير كده طيب تعال نشوف الجملة دي طبعا فين المفعول بتاعي هتقول لنش فإذا حاول لنش بدل didn't تبقى wasn't wasn't لا يعد فإذا لنش wasn't لنش wasn't طيب بعد كده هحاول لنش wasn't تصريف التالت cooked so wasn't cooked by runner مفعول wasn't تصريف تالت فعل مزبوط بكلمة باي تعال نشوف الاداب اللي هنا didn't wash the dishes يعني هنا ما غسلتش الاطباق لما جبني جملة دي مجهول يبقى ايزا حبدأ بال بتاع اللي هو the dishes يبقى the dishes طب بعد كده مكان didn't بجيب wasn't or weren't dishes جمع فتاخد weren't فحقول the dishes weren't طب التصريف التالت من washed washed regular فعلا عادي فعيزا حقول the dishes weren't washed by هنا تاني the dishes weren't washed by هنا وكده يبقى انا بنيت مجهول في الجمل المنفية في زمن الماضي تعال نشوف بقى how to change into passive زي حول لل passive لما يكون عندك question سؤال حبابي السؤال في الماضي لازم تكون تركيبته بالمنظر ده عشان ابني مجهول ده معنى انه لازم يكون فيه فاعل ولازم يكون فيه مفعول في السؤال عشان اقدر ابني مجهول السؤال هنا هيبدأ بحاجة من الاتنين اما هيبدأ بأدات استفهام وحد دي هتنزل لشكل ما هي يعني مش هغير فيه اي حاجة يا اما هيبدأ بكلمة دد تاني اما هيبدأ بأدات استفهام وراها دد يا اما هيبدأ بكلمة دد نفسها طيب انا عايز احاول مبني مجهول قال لي هبدأ بأدات الاستفهام طيب وبعدين قال لي مكان دد هجيب was or where تاني مكان دد وير بس قبل ما جيب was aware هبص على مين الاول على الابجيكت الابجيكت هو المفهول ليه لان was aware هجيب وراها الابجيكت يعني لان المفهول هيجي مكان الفاعل فيزا هقول اداة الاستفهام طب ما فيش اداة الاستفهام خلاص يبقى مكان دي هبدأ بوز or وبعد كده بجيب المفهول مكان الفاعل يبقى بعد كده هجيب الابجيكت بتاعي اللي هو المفهول وبعد كده قال الامفاناتف ده المصدر ده لازم هيتحول تصريف تالت للفاعل طب وبعدين قال لي بعد كده هبجيب الفاعل مزبوط بكلمة باي تاني الفاعل مزبوط بكلمة باي يبقى الابجيكت بلاس البيبي بلاس باي بلاس الفاعل تعالي نطبقي الكلام ده تعالي نشوف المثال ده بقول لي وين ديد مونا واتش دماتش وين ديد مونا واتش دماتش يعني متى شاهدت مونا المباراة قال لي تعال نبني الجملة دي مجهور طبعا هنا اداة لسفهام شكل ما قولنا بتنزل شكل ما هي ما تقيرش فيها اي حالة يبقى ازا هقول وين طب بعد وين قال لي بعد وين هجيب وز وور وير تاني بعد وين هجيب وز وور بس قولت قبل ما هجيب وز وور لازم اروح هناك للأبجيكت بتاعي طب الأبجيكت بتاعي هنا ايه قال لي مفرد ده اللي جامعة قال لي مفرد فياخد وز وبدل مونة هجيب وين وز طب واتش قال لي بقى واتش طب ومونة قال لي هجيبها مسبوعة بكلمة باي وين وز واتش واتش باي مونة وين و واتش واتش باي مونة بدأت بدأت لا استفهم كان ده بحط وز وير بعد كده بجيب المفعول ما كان الفاعل الفاعل اللي في المصدر بيبقى تصريف تالت الفاعل مزبوب بكلمة ضايب انا كده بنيت مجهول تعالا كده نشوف بتيجي في الاختيارات ازاي يجي يقول لي كده طبعا هنا الناس بستعجلوا اول ما تشوف كلمة يسر ده يقولك بس بقى كلام كده في الماضي بقى انا على طول هاختار وانا مغمض علي اطلع فرحان جدا في المتحان يقول لك والله عملتها صح ليه يا سيد عملتها صح يقول لك اول ما شفت يسر ده روحت جايب دد هقول لها طبعا بالشرط ان دد تيجي كفعل مساعد لما يكون الكلام في الماضي خلاص وبالذات هنا لان الكلام مبني مجهول لو انت ركزت شوية هتلاحظ ان هنا مين حبيبي بلايد لان حتى لو انت مش عارف انها مبني مجهول عمر ابدا ما دد ييجي وراها فعل في التصريف التاني او التالت لان دد لازم ييجي وراها يعني فعل في المصدر بدون اضافات طالما هي بلايد فمستحيل تكون دد طيب تاني حاجة ما لازم اللحظها ان انا بقول اين لعب المتش امس اين لعب المتش امس او المباراة اين لعبت المباراة امس طب يعني كلام مجهول اللي معلوم هتقول لي مجهول طب طالما هي مجهول قال لي بقبل التصريف التالت هيجي واز او وير تاني قبل التصريف التالت هيجي واز او وير فعشان كده هقول وير وز ده ماتش بلايد يسر داي تعال نشوف كده ممكن تيجي في الاخطاء ازاي يعني الكيكة دي صنعت بواسطة مين طبعا الناس لما تشوف دد هي بدمخة دايما بيروح لدو وضز يعني يقول لك اه ازاي ما كانش جاب ماضي فهو هجيب مضارح هقول لك لا طبعا وبقول لي بواسطة من صنعت الكيكة تاني بواسطة من صنعت الكيكة الكيكة هنا ايه صنعت ده الكلام ده مبني مجهول قال لي ثانيا ان عمر ما ييجي وراها حبيبي عمر ما ييجي معاها لان يا تاني يا تالت خلاص فبالتالي ما ينفحش اجيب لان بيجي وراها مصدر قال لي على طول حجيب لان الكلام مبني مجهول طب الكيك قال لي مفرد فعشان كده هقول بأيزا هقول who was the cake made by تاني who was the cake made by بواسطة من صنعت الكيك تعالي نشوف الجملتين اللي جايين لانهم جملتين مهمين جدا ليه لان هنا بدئين بأحمد وهنا بأحمد وهنا given وهنا given وهنا present وهنا present الفرق بس هنا في هنا بقى الترجمة بتلعب دور مهم جدا هنا بقول لي احمد يعني لاخته يبقى ازا هقول احمد اعطى هدية لاخته طيب يبقى ازا الكلام هنا معلوم ولا مجهول هتقول لي لأ معلوم لان احمد هنا فاعل هو اللي اعطى فبالتالي هنا هجيب فاعل عادي خالص بالتصريف الثاني فحقول احمد احمد أما في الجملة اللي تحت بقول لي احمد معناها بواسطة اخته يعني الكلام هنا مجهول مش معلوم فبالتالي هقول احمد واز جيفن هنا عايز واز اوار والتصريف الثالث واحمد مفرد فبالتالي ياخد واز فحقول احمد واز جيفن باي السستر يعني تم اعطى اهدية بواسطة اخته يبقى اللي فرق بس تو وباي تو السستر يعني الاخت اذا اخته هنا مفعول اما باي السستر يعني بواسطة اخته فاخته هنا فاعل وبكده انا قدرت اعرف الفرق بين المبني المجهول في الماضي البسيط في الاسبات وكمان في النفي وكمان في السؤال اتمنى ان انتو تكونوا في همته الدرس معنا النهاردة ان شاء الله هتطبق معايا في الواجب اللي هتاخده ان شاء الله في الرابط اللي تحت تحمله وتحله ونشوف مع بعض ان شاء الله على قناة التليجرام اللي انا برضو سايب لك الرابط بتاعها تحت اذا كان الواجب ده صح ولا غلط استنونا الحلقة الجاية ان شاء الله مع موضوع ريدنج بتاع الدرس الثالث والرابط بس ما تنساش لايك شير سابسكرايب شارل لكل زمانك ان شاء الله عشان الكل يستفيد واستنونا في الحلقة الجاية جوباي السلام عليكم اشتركوا في القناة